التفاعلات الطاردة للطاقة السلام عليكم وعليكم السلام هل يمكنك إحضار هاتف الخلوي من الشاحن؟ حسناً ما هذا؟ إنه ساخن هل به مشكلة؟ لا ولكن أثناء عملية الشحن كان هناك تفاعل كيميائي طارد للطاقة الحرارية التفاعل الطارد للطاقة الحرارية وما التفاعل الطارد للطاقة الحرارية؟ التفاعل الطارد للطاقة الحرارية Exothermic Reaction هو تفاعل تتحرر خلاله الطاقة الحرارية حسناً علينا بمشاهدة تجربة عملية على جهاز الهاتف اللوحي الخاص به وما اسم هذه التجربة؟ إنها تجربة لتوضيح التفاعلات الطاردة للطاقة الحرارية حسناً انظر تظهر أمامك أنبوبة اختبار وبها محلول حمض الهايدروكلوريك المخفف وبجانبها قطعة من الألمونيوم حسناً وماذا يحدث بعد ذلك؟ سيتم وضع قطعة الألمونيوم داخل أنبوبة الاختبار ما هذا؟ هناك غليان وبخار يتصاعد نعم، فهذا التفاعل طارد للحرارة حيث تصاعدت الأبخرة نتيجة لانكسار الروابط بين المتفاعلات وتكوين روابط جديدة بين النواتج من خلال تكسير الروابط الكيميائية بين جزيئات المواد المتفاعلة حيث إنها روابط ضعيفة وتكوين روابط جديدة أكثر قوة بين جزيئات المواد الناتجة معنى هذا أن الروابط بين المتفاعلات كانت ضعيفة ثم أنتج التفاعل روابط قوية أي إن النواتج أكثر استقراراً من المتفاعلات ولماذا يصاحب حدوث هذا التفاعل انطلاق مقداراً من الطاقة؟ لأن للروابط بين النواتج طاقة أقل من طاقة الروابط بين المتفاعلات ففي حالة الروابط الضعيفة يكون الإلكترون بعيداً عن النواة أي له طاقة عالية ثم يقترب الإلكترون من النواة ليكون روابط قوية إذن لا بد أن يفقد قدراً من الطاقة فتنطلق على هيئة حرارة معنى هذا أنه عن طريق هذه التفاعلات يمكنني الحصول على الطاقة الحرارية بسرعة ليس دائماً فهناك تفاعلات طاردة للطاقة بشكل سريع مثل واحد تفاعل الألعاب النارية والمتفجرات اثنان تفاعل الاحتراق وهو تفاعل المادة مع الأكسجين لإنتاج ضوء وحرارة مثل احتراق شمعة كيف يكون الاحتراق طارداً للحرارة؟ رغم أنه يحتاج إلى طاقة حرارية ليتم مثل احتراق الفحم لأن هذا الاحتراق ينتج طاقة أكبر عند التفاعل وهنا تكون العبرة بالفرق بين مقدار الطاقتين قبل التفاعل وبعده معنى هذا أن هناك تفاعلات طاردة للطاقة بشكل بطيء؟ نعم مثل تفاعل صداء الحديد فهمت الآن شكراً لك يا أخي هل يمكنك تلخيص ما تعلمت اليوم؟ نعم نعم التفاعل الطارد للطاقة الحرارية هو تفاعل تتحرر خلاله الطاقة الحرارية الروابط بين النواتج أقوى من الروابط بين المتفاعلات طاقة الروابط بين النواتج أقل من طاقة الروابط بين المتفاعلات